أم عبد الرحمن من أبوظبي الإمارات تقول أنا متزوجة من رجل معدد منذ حوالي 6 سنوات أنا الزوجة الرابعة غيورة جدا جدا غيرتي مسببة لي مشاكل مع زوجي حاولت أكثر من مرة أن أخفف من الغيرة لكن لا أستطيع ولا أستطيع التأقلم مع التعدد والغيرة سببت لي مشاكل نفسية يسرت أقس على أطفالي سؤالي هل أنا آثمة إذا طلبت الطلاق أم عبد الرحمن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يسر أمرك وأسأل الله جل وعلا أن يبعد عنك شر الشيطان وتوهينه ووسوسته أخت الفاضلة الغير أمر طبيعي أمهات المؤمنين الزاكيات النقيات كنا يغرنا وكل واحدة تريد الفوز بقلب النبي عليه الصالح هذا شيء طبيعي فالغيرة عند المرأة طبيعي كما أن الغيرة عند الرجل طبيعي وتزداد المرأة لما يكون الزوج معدد فالغيرة طبيعية الغيرة طبيعية الغيرة الطبيعية هو أن تتجاوز المرأة بهذه الغيرة الحد الطبيعي حد الطبيعي غيره يحصل مشاكسات يحصل كلام مناكفات مثلا حصل يعني اقرأ في سيرة أمهات المؤمنين لكن أن تقوم المرأة فتجعل قضية القضايا قضية القضايا وتأتي تختصر الدنيا كلها في هذه القضية لا هذا غلط وطبيعي جدا أنك يعني تعانين أمراض نفسية تعانين مشاكل صحية تتغير طبيعة تعاملك مع أولادك لأنك أنت جعلت الدنيا كلها في هذه القضية في قضية تعدد زوجك خاصة وأنك الرابعة يعني أنت قلت لي بأنك الرابعة وجرت العادة أن المتأخرة في الغالب الغيرة فيها أخف عن اللي قبلها هذا اللي يعرف فواضح عندك غيرة غير منضبطة أخت الفاضلة أنا ما أنصحك تكسرين بيتك وتهدمين أسرتك وتطربين الطلاق هذا غلط والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي ممرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ومدام زوجك قائم بالعدل موفر لك السكن وينفق عليك ويعدل في الليالي ما في داعي أخت الفاضلة تطربين الطلاق المسألة الأخرى أشغل نفسك بطاعة الله والله ما في أفضل من الأنس بالله عز وجل وما في أجمل من أنك تخليم بربك جل وعلا قيام الليل صيام النهار قراءة القرآن فرصة يعني بعض الصالحات اللوذعيات الذكيات استثمرت التعدد والله في ختم القرآن في نساء طيبات كانت بدل ما أشغل نفسي بالتفكير السلبي وبهذه الحرب هنا وهنا مع كذا الضرائر حفظت القرآن وبعضهن تقول صرت أختم القرآن ما كنت أختم القرآن كنت قائمة يعني صارفة جهد كبير للبيت الآن زوجي يعني في ليالي ما يكون عندي أختم القرآن في نساء تعلمنا العلم الشرعي في نساء أبدعنا حتى في الإنتاج يعني في قضية والله حرف ولا مهن ولا شيء فيه فيه أنا ما أريد الآن أن أخرج عن البرنامج بتعديد والله فيه أشياء كثيرة فأنت يا أختي الفاضي إذا أصلحتي ما بينك و بين الله و كنت قريبة من الله صدقيني ستنطفئ جمرة هذه الغيرة الملتهبة الزائدة عن حدها أنا ما أقول والله لا أكون مثالي أقولك والله لا تغارين لا غير صحيح لا الغيرة موجود لكن باعتدال باعتدال و الغيرة إذا تجاوزت الحد تصبح المرأة ظالمة لأنها ستفتري و ستشري يعني تضر بزوجها تضر بأولاة مثل حالتك أنت الآن بدأت تقسين على أولاد ماذا بالأولاد الآن تقسين على زوجك أكيد و يمكن تطربين أشياء ما لقيمة يعني حاول قدر ما استطاع أنك تعتدرين الغيرة موجودة بقدر باعتدال مسألة إشغال النفس بالطاعة و العبادة و الزيادة في هذا والله نعم من نعم الله قد يكون هذا التعدد خير لك الله عز وجل أراد لك خير و عدت زوجك أو أنت كنت الأخيرة لتكون قريبة إلى الله و تغرفين من هذا البحر من الحسنات و الأجر و الثواب اللي ستجدين عند الله سبحانه و تعالى موسيقى